ماتش بنلعبه مع أي فرقة أين كان اسمها وأين كان ترتبها يبقى ماتش بايخ الفرقة بتلعب يعني عنف بشروع بتلعب أقصى طاقتها بتلعب بغل كورة بتلعب وكأنها بتلعب على الطولة يعني كل ماتشات الأهلي بقت كده تقريبا هو بس عوبة ماتش بكرة عشان نتخطى الماتشين اللي فاتوا يعني ماتش فيوتشر وماتش فارقه العرض اللي هو النقطتين اللي خسرناهم التعادل مع فيوتشر والعرض اللي مش كويس برضو قدام فارقه مع أننا كسبنا الماتش ماتش بكرة مهم عشان كده إزاي نتخطى المرحلة الوحشة اللي فاتت دي كأداء كأداء ونتيجة يعني وعايزين نتيجة وأداء جميع الناد الأهلي دايما عايز نشوف فرقيته بتلعب كورة حلوة زي ما احنا متعودين وإحنا اللعيبة عندها الإمكانيات إنه يتقدي بشكل أحسن من كده كتير تلعب كورة حلوة قوي وتكسر وتعمل نتيجة كويسة فنتمنى بإذن الله تبقى البداية من بكرة أكرم توفيق وغيابه شايفه إزاي ومين الأفضل في التوقيت الحالي في المكان ده تراهن على هاني تراهن على كريم فؤاد يرجع يلعب تاني وراء ولا تراهن مثلا على توظيف مثلا حد زي ربيع أو حسين الشحات تعايز أكتر من اسم أكيد في المكان بس في النهاية برضو أنا أو جمهور الأهلي مش أنا بس جمهور الأهلي بصص على أنه أنت بتجهز سكواد رح تلعب بك سعلا طبعا ألف سلامة على أكرم ونتطمن عليه ويعني الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها بس قدر الله ومشاء أفعال الحمد لله على كل شيء هو لعيب مجتهد ولعيب جدع وراجل ودائما لعيب اللي بيلعب بقلب ومعرض للإصابات بشكل كبير نتمنى له الشفاء بإذن الله والفترة دي تعدي بسرعة ويرجع يفرحنا بأداءه زي ما كان بيفرحنا قبل كده من ناحية مين اللي يكون موجود محمد هاني موجود فيه كريم فؤاد أنا من وجهة نظري كريم بيلعب بشكل منتظم الفترة اللي فاتت أنا شايف سرعاته ممكن تستغل لما يلعب في الجنب اليمين بيبقى بشكل كويس التدوير اللي بيعمله ميستر كولر في التوقيت ده مطلوب يعني حتة دي الجمهور دايما مختلف عليها شوفنا تدوير في أسماء وشوفنا تدوير في مراكز يعني شوفنا أسماء بكل مباراة بتتغير مرة تلعب أساسي مرة تقعد احتياطي أو مرة ما تشالكش خالص وشوفنا كمان أسماء بتلعب كل مباراة بس في كل مباراة بتلعب في مركز مختلف عن المباراة اللي قبل هل ده مطلوب في فترة بترايح فيها لمنافسات على مستوى أصعب أنا عندي فبراير ده كاس عالم أول وكاس عالم ونص التاني عندي بداية مشوار دور المجموعات في دوري الأبطال فبالتالي الناس برضو مش بتقيس على مع كامل الاحترام للمنافسين يعني المحلين بس الناس مش بتقيس على مطشفة الدوري المحلية الناس بتقيس على أنك ترايح تلعب مع الكبار في أفريقيا أو في العالم فبالتالي عايزة تطمن على شكل سكواد ناديل هو بس فيه فرق بين التدوير وبين تهيير مراكز اللعين أنا مع التدوير بس أنا مع التدوير لما يكون فيه ضغط المباراة يعني كل ثلاث يام بتلعب مباراة أنا مع التدوير إنما لو هتلعب كل أسبوع مباراة أنا مش مع التدوير يعني هيا بتبقى وقفة على مدة الماتشات طبعا أنا مع التدوير الفترة اللي بين الماتش والتدوير فترة الراحة يعني فترة الراحة اللي ما بين الماتش والماتش لو كل ثلاث يام مباراة أنا مع التدوير في حدود من ثلاثة لأربعة العيب ولكن لو بنلعب كل أسبوع ماتش أنا مش مع التدوير وحتة تغيير مراكز اللعيبة أنا مش معها خالص يعني لازم هو يوظف اللعيبة كل واحد يعرف المكان اللي هو بيلعب فيه اللي هو يقدر يؤدي فيه بشكل كويس جدا حسب إمكانياته سواء الإمكانيات دي كانت هجومية أو دفاعية ويثبت رأس الحربة ظهر فيه على سبيل المثال ظهر فيه حسام حسن ظهر فيه محمد شريف ظهر فيه شادي حسين ظهر فيه برسيتاو ظهر فيه برونو سابيو يعني أنا لغاية دلوقتي هم كلهم شبه بعض يعني ما فيش حد قدر يقنعني أنه هو يكون مستمر على طول وعشان كده بيحصل تغيير في المكان ده وإنه برضو هتلاقي مستر كولر لسه ما فيش أي حد من اللعيبة من أسامي اللعيبة اللي أنت قلتها أقنعه أنه هو يكون موجود بشكل أساسي على طول فهو عشان كده بيغيه هو لسه مستقرش فهما مطالبين أنه هما يشدوا حلم شوية وكل واحد يقدي أقسم عنده بحيث أنه هو يبقى المكان ده بتاعه أنا مش بتاعه حد تاني هو ده اللي نقصة بس في الحتة دي أفضل تركيبة شفتها للأهل الموسم ده أفضل عناصر شركة وشفت أنه دول يعني الأسماء دي في الأماكن دي ده أفضل شكل وأفضل سكوارد للأهل يعني أنا زي ما بقولك حتة رأس الحربة محدش أقنعني كله شبه بعض السلاسي اللي تحت عندنا ناس كلهم أداءهم على مستوى عالي بس لما يقدوا بالشكل المطلوب بالرتم المطلوب والسرعة المطلوبة وبالشكل المطلوب إحنا ما عندناش مشكلة في لعيبة إحنا أي حد حيلبس فانيلا الحمراء وحيلعب حيقدي ولكن في حدود اللي مطلوب منه من نواحي الهجومية من ناحية السرعة من ناحية الرتم السريع من ناحية الارتداد السريع وإنت بالدافع من ناحية التحول السريع من الدفاع للهجوم من ناحية الكاونتر أتاج والهجمات المشتدة اللي الناد الأهلي دايما نلعبته بتبقى متميزة فيها كل الكلام ده موجود بس عايزين نشوفه باستمرارية بإذن الله